الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في حضور هذا المجلس وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل يعني يا أشرف الخلق يا محمد إن صلاتي هذه الصلاة التي نصليها الصلوات الخمس هذه يقال عنها صلاة ونسكي هذا الذبح الذي يذبح في الحج كالهدي الذي يأخذه الشخص من بلده مثلا إلى هناك ثم يذبحه هذا يسمى نسكا يقال عنه نسك انظروا إلى هذا الصلاة والنسك هذا شيء يكون باختيار العبد العبد يصلي باختياره ويأخذ هذا الهدي ويذبح هذا الهدي هذا النسك أيضا يكون باختيار العبد الإنسان يعمله يعمل ذلك باختياره أما المحيا والممات فهذا لا اختيار للعبد فيه الله سبحانه وتعالى يقول قل يا أشرف الخلق يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كل ذلك خلق الله تعالى العبد ليس خالقا لما يعمله باختياره وليس خالقا لما يكون منه بدون اختيار منه الله تعالى هو الخالق وحده لذلك جاء كل هذا في مساق واحد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له هذا تأكيد أنه لا أحد يشارك الله تبارك وتعالى في الخلق الله وحده الذي يبرز من العدم إلى الوجود وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو دعا إلى الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء الإسلام هو دين جميع الأنبياء من آدم إلى سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام معناه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن انقطع الإسلام مدة فيما بين الناس في الأرض هو كان أول المسلمين هذا معناه ليس معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قبله مسلم لا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كل نبي كان مسلما والملائكة مسلمون وكل من تبع نبيا من الأنبياء فهو على دين الإسلام كل من آمن بنبي من الأنبياء وصدق هذا النبي واتبعه يقال عنه مسلم ما كان إبئراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين سيدنا إبراهيم قبل سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام بزمان بعيد الله تبارك وتعالى قال حنيفا مسلما حنيفا معناه مائلا عن الباطل إلى الحق مسلما هذا الدين الذي جاء به كل نبي وهو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده أي معنى وأنا أول المسلمين أول من جاء بالإسلام من بين هؤلاء البشر الذين هم كانوا في ذلك الوقت الذين على وجه الأرض هؤلاء الآن هو أول من جاء بالإسلام عليه الصلاة والسلام في هذا الزمن الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يعني لما جاء بهذا الوحي القرآني للرسول أن يقول وأنا أول المسلمين لأنه لم يكن على وجه الأرض مسلم غيره على وجه الأرض فيما بين الناس يعني لم يكن مسلم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك جاء في القرآن الكريم بالوحي إلى الرسول أن يقول وأنا أول المسلمين ليس معناه ما كان إسلام قبل هذا لا الإسلام كان في الملائكة الملائكة خلقوا قبل هذا البشر ثم الإسلام في أول نبي في أول رسول وهو آدم عليه الصلاة والسلام فالمعتزلة إذا نظرنا إلى هذا النص المعتزلة ومن وافقهم في هذا الزمن مثل حزب التحرير خالفوا هذه الآية لأن المعتزلة يقولون نحن نخلق أعمالنا والعياذ بالله الله تعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين المعتزلة ماذا يقولون لا نحن الذين نخلق الصلاة ونحن الذين نخلق النسك فخالفوا هذه الآية وكذلك حزب التحرير حزب التحرير هؤلاء جماعة يتبعون شخصا هنا كان في بيروت في رأس النبع يسمى تقي الدين النبهاني منحرفون عن المسلمين في مؤلفاتهم ماذا يقولون يقولون توجد دائرتان دائرة الله له فيها دخل ودائرة الله ليس له فيها دخل هذا كفر والعياذ بالله يعني جعلوا للعالم مدبرين والعياذ بالله يقولون الإنسان إذا حصل منه شيء باختياره هو صمم على هذا الفعل وهو فعل هذا هذا الله ليس له فيه دخل أما الإنسان يقولون لو كان يمشي مثلا فوقع في حفرة فأصابه ضرر تأذى يقولون هذا لله فيه دخل والعياذ بالله هؤلاء خالفوا القرآن وخالفوا الرسول وخالفوا كل المسلمين عقدتهم فاسدة يسمون حزب التحرير جماعة تقي الدين النبهاني الذي مات منذ نحو سبعين سنة هنا كان في رأس النبع في بيروت وكان يسمي امرأته أم المؤمنين وأولاده يقول لواحد أنت وزير كذا وأنت وزير كذا يوهمون الناس أنهم يريدون الخلافة الإسلامية للتمويه يقولون للناس لا نعمل شيئا حتى يطلع الخليفة لا يوجد خليفة يقولون إذن لا نعمل شيئا حتى إن واحدا منهم قال أنا لا أصلي حتى يظهر الخليفة إذا كان لا نستطيع أن نبايع خليفة لا نستطيع في هذا العصر في هذا الزمن لا نستطيع هل يكون لازما علينا هل يكون واجبا ونحن ليس في استطاعتنا ذلك لا لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما يفعلون هذا للتشويش على المسلمين هكذا في بقاع الأرض له موجود ليس فقط هنا في لبنان في عدة نواحن من الأرض هؤلاء حزب التحرير لهم موجود ساق الله الصلاة والنسك الصلاة والنسك عمل يكون باختيار العبد باختيار الإنسان والمحيا والممات هذا لا اختيار لك فيه أحدنا اختار أن يكون في هذه الحياة أحدنا هو يختار متى يكون موته هذا لا اختيار لنا فيه ساق الله الصلاة والنسك والمحيا والممات في مساق واحد وجعلها ملكا له سبحانه وتعالى فكما أن الله خالق الحياة والموت كذلك الله خالق للأعمال الاختيارية كالصلاة والنسك والحركات للطرارية من باب الأولى الله هو خالق هذه الأعمال التي هي ظاهرة التي نحن نعملها بإرادتنا باختيارنا فمن باب الأولى هو خالق الأعمال التي تكون منا بلا اختيار أليس أحدنا يجري الدم في عروقه هل نحن نختار هذا هل نحن نوجه قصدنا وإرادتنا وتصميمنا ليجري الدم في العروق لا الله يجريه في عروقنا سبحانه وتعالى هذا القلب الذي ينبض هل نحن بتوجيه إرادتنا إلى قلبنا ينبض يحصل فيه هذه الحركة التي تحصل فيه لا هذا بخلق الله سبحانه وتعالى فإذا كان الله خالقا للأعمال الظاهرة كالحركات والسكنات فمن باب الأولى هو خالق لهذه الأشياء التي تصير فينا بلا اختيار منا بلا إرادة منا وإنما تمتاز الأعمال الاختيارية أي التي لنا فيها ميل بكونها مكتسبة لنا فهي محل التكليف يعني ما هو الفرق بين ما يكون بلا إرادة منا وبين ما يكون بإرادة منا هذا الذي نحن نفعله بإرادتنا نحن نوجه قصدنا نحوه والله يخلقه عند ذلك إن شاء سبحانه وتعالى هذا هو الذي نحن مكلفون به لأننا وجهنا قصدنا نحو هذا العمل يعني لنا فيه اختيار هذا الذي هو محل التكليف يقال عنه محل التكليف فلو أن شخصا حصل منه شيء بلا اختيار منه هل يكتب عليه لا إنسان نائم جرى لسانه وهو نائم بمثبت الله هل يكتب عليه ذلك لا لأنه جرى لسانه بلا إرادة منه إنسان نائم وهو نائم أخذ سيفا مثلا وقتل إنسانا وهو نائم صارت منه حركة أثناء نومه بلا إرادة منه هل يكتب عليه لا لا يكتب عليه لأنه لا إرادة له في ذلك حصل منه بلا إرادة أما لو هو سب الله بإرادته ليس سبق لسان وليس مكرها ولم يكن غائبا بإرادته شتم الله أو شتم نبيا أو شتم ملكا صار كافرا لأنه فعل ذلك باختياره بإرادته أخذ سيفا وقتل إنسانا مسلما يكتب عليه ذلك لماذا لأنه فعل هذا بإرادته باختياره هو يشعر الإنسان يحس يعرف من نفسه حين يقدم على مثل هذا أن له اختيارا في ذلك أنه فعله باختياره أنت الآن تنظر إلي باختيارك تستطيع أن تعمل هكذا باختيارك بإرادتك تستطيع أن تعمل هكذا لست مضطرا أن تنظر إلي إنما تنظر بإرادتك أنت الآن جالس هنا بإرادتك بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وتخليق الله لكن بإرادتك أنت تشعر من نفسك أنك إن أردت إن صممت على الخروج أنك تستطيع أن توجه قصدك نحو ذلك لتخرج لكن إن فعلت من خلق ذلك الله لكن تكون فعلته بإرادة منك أنت تشعر بذلك تحس بذلك يعني في نفسك استقر أن لك اختيارا في هذا لو أردت أن تفعله فالإنسان يميز بين ما يكون منه بالاضطرار وما يكون منه بالاختيار كل واحد منا يميز بين هذا وبين هذا كل واحد يعرف هذا الآن ضربت مثلا أن القلب ينبض هل هذا نوجه قصدنا نحوه ليصير ذلك فيه لا هو ينبض هكذا بمشيئة الله تبارك وتعالى إن وجهت قصدك لذلك أو لم توجه هو حاصل بمشيئة الله هل لك فيه اختيار يعني أنت اخترت هذا فهو جرى على حسب اختيارك لا هذا يصير فيك في هذا الجزء في هذه القطعة بمشيئة الله بإرادة الله دون توجيه قصد منك له والكسب الذي هو فعل العبد وعليه يثاب أو يؤاخذ في الآخرة هو مطلوب أن تحفظ هذه العبارة توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل أي يصرف إليه قدرته العبد يصرف قدرته إلى ذلك وهذا الصرف هو بمشيئة الله وقلنا المسلم من شأنه أنه يسلم لله من سلم لله سلم ومن اعترض على الله كفر والله غني عن العالمين الله سبحانه وطعالى غني عن العالمين كان موجودا قبل العالم مستغنيا عن العالم ولم يزل موجودا بعد خلق العالم مستغنيا عن العالم الله لا يحتاج إلى شيء نحن نحتاج إلى الله نحن مفتقرون إلى الله نحن نفتقر إلى الله الله غني عن العالمين غني عن كل شيء إن أطعناه وأثابنا برحمته وفضله نحن استفدنا لأننا أطعنا خالقنا إن عصيناه فعاقبنا بعدله نحن ضررنا أنفسنا الله غني عننا كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص ليس ككمال العباد العبد المؤمن إيمانه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية العبد المؤمن الإيمان يزيد وينقص على حسب الطاعة التي يعمل هذا الشخص يصير زيادة إن ترك الطاعة يصير نقصان الله كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص ألوهيته أزلي أبدية لا يقال الله صار إلها وقت كذا أو كان إلها في وقت كذا لم يكن قبله إلها أعوذ بالله هذا لا يقال عن الله تبارك وتعالى فالعبد فالعبد كاسب لعمله هذا الذي ذكرناه قبل هذا في الدروس إذا إنسان سألك فإذا العبد ما حظه من هذا العمل كاسب لعمله أي هو مظهر لاكتساب هذا العمل ليس خالقا العبد مظهر لاكتساب العمل الذي يخلق هو الله وحده الذي يخلق هو الله وحده فهذا السؤال هذا جوابه إن سألك إنسان ما دام كل شيء بعلم الله ومشيئة الله وتقدير الله وتخليق الله ما حظ العبد من عمله حظ العبد من عمله أنه مكتسب له مظهر لاكتساب العمل هذا حظ العبد من عمله أما الخلق فهو لله وحده فإن سألك على أي شيء إذن يعاقب أو يثاب على توجيه القصد على توجيه القصد نحو العمل أما الخلق فهو لله وحده فإن قال لك انتبهوا إلى هذا فإن قال لك ما دام هذا القصد بخلق الله فكيف هذا العبد يثاب أو يعاقب الجواب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هذا الخلق ملك لله الله يتصرف في خلقه كما يشاء لا يعترض عليه ولا يفعل الله فعلا لا حكمة فيه هذا في النهاية هكذا يصل الشخص أن يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله مالك كل شيء فهو متصرف فيما يملك ليس لأحد أن يأمر الله سبحانه وتعالى أن يقول للا لما فعلت كذا أو فعل كذا ليس لأحد أن يأمر الله سبحانه وتعالى فيقول يا رب فعل كذا على معنى الإلزام وليس لأحد أن يقول يا رب لما فعلت كذا لما تعذب العاصية الذي عصاك وأنت خلقت فيه المعصية أو بمشيئتك أو بتقديرك ليس لإنسان أن يقول ذلك فالعبد كاسب لعمله والله تعالى خالق لعمل هذا العبد الذي هو كسب له وهو من أغمض المسائل في هذا العلم أي في علم العقيدة في مسألة القدر لذلك الشخص المسلم يتعلم ما يلزمه من أمر القدر وما يحتاج إليه لتعليم الناس وللرد على الملاحدة ثم لا يسترسل حتى لا يقع فيتيه الحيرة والضلال حتى لا يصل إلى مكان إلى نقطة يعني بحيث لا يجد جوابا على ذلك المسلم في النهاية يقول أنا أسلم لله الله خلقني هو يتصرف بي كما يشاء أنا ملك لله أنا لا أستغني عن الله طرفة عين أسأل الله تعالى لي أن أكون ناجيا أن أكون سالما أن أكون موفقا ثم الله يتصرف بهذا العبد كما يشاء قال الله تعالى لها أي للنفس ما كسبت يعني ما عملت من الخير بتوجيه القصد نحو هذا العمل أما الخلق فهو لله لها أي للنفس ما كسبت يعني من عمل الخير وعليها أي على النفس ما اكتسبت أي ما فعلت من عمل الشر أي تآخذ بذلك فليس الإنسان مجبورا لأن الجبر ينافي التكليف وقد ذكرت أن الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها معناه النفس تكلف لكن بما تطيق النفس تكلف بما تطيق فإذن الإنسان كلف بما يطيق فعليه أن يبذل وسعه لتنفيذ الأوامر عليه أن يبذل وسعه لتجنب الحرام وهو يشعر يحس هذا الإنسان العاقل أنه ليس مجبورا أنه يعمل ما يعمل بإرادة منه لذلك قال فليس الإنسان مجبورا لأن الجبر ينافي التكليف والعقيدة عقيدة الجبرية عقيدة الجهمية هي عقيدة فاسدة ضد الإسلام يعني الذي يقول الإنسان مجبور لاختيار له مسلوب الإرادة فهذا كافر فهذا كافر الله تعالى قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله يعني إذا شاء الله أن تشاءوا تشاءون هذا معناه ما قال ما قال الله سبحانه وتعالى لا مشيئة للعبد الطحاوي ماذا قال لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم إلا ما شاء لهم يعني لهم مشيئة هذه المشيئة بمشيئة الله تحت مشيئة الله ما قال لا مشيئة للعباد ما نفى المشيئة عنهم لا القرآن نفى المشيئة عنهم ولا هذا الإمام الطحاوي نفى المشيئة عنهم في هذه العقيدة التي قال إنها عقيدة أهل السنة والجماعة الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ما نفى مشيئة العبد لكن معنى كلام الرسول أن العبد إذا شاء الله له أن يشاء يشاء هذا العبد وإذا شاء الله أن يكون ما شاءه العبد يكون هذا الشيء بمشيئة الله تبارك وتعالى فلو شاء هذا العبد شاء الله له أن يشاء يريد شيئا ولم يشاء الله أن يحصل هذا يشاء العبد ولا يحصل هذا أليس أحدنا يريد أشياء يحصل بعضها وبعضها لا يحصل لا يتحقق لأنه لا يكون إلا ما شاء الله تعالى لا يكون إلا ما شاء الله تعالى وهذا هو المذهب الحق أي مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق الموافق للشرع وهو المذهب العدل الوسط وهو خارج عن الجبر والقدر خارج عن عقيدة الجبرية وخارج عن عقيدة المعتزلة أهل السنة والجماعة مذهبهم العدل الحق الموافق للشرع المذهب الوسط وهو خارج عن الجبر والقدر عرفتم ما معنى القدر يعني مذهب الاعتزال مذهب المعتزلة الذين يقولون لا قدر ويقولون ما نعمله مستقبل من قبلنا دون سابق تقدير من الله دون سابق مشيئة من الله والعياذ بالله وهذا الكلام كفر هذه العقيدة كفرية أي مذهب الجبرية والقدرية ويكفر من يقول إن العبد يخلق أعماله كالمعتزلة هذا ليس فيه خلاف هذا ليس فيه خلاف أن من يقول إن العبد يخلق أعماله كافر لماذا؟ لأنه كذب القرآن ومن كذب القرآن فهو كافر بعد هذا الكلام وهذا الدليل على أنه كافر إن وجدت إن قرأت إن سمعت في أي كتاب يقرأ أن المعتزلة ليس كفارا فلا تصدق هذا الكلام من كذب القرآن كفر المعتزلة القائلون إن العبد يخلق أعمال نفسه كذبوا القرآن فهم كفار كائنا من قال كائنا من كان هذا الإنسان الذي يقول المعتزلة ليس كفارا يكون مخالفا لما جاء في القرآن الكريم واحد يقول أنا أخلق أعمالي والعياذ بالله والله الذي خلقني لا يستطيع أن يخلقها كافر هذا كيف يشك في كفره؟ فإذا شيء مرة مرة من المرات سمعت شخصا يقول لكن أنا قرأت في كتاب كذا أن القدوة بالمعتزلية تصح ماذا تقول تقول إن كان هذا المعتزلي من الذين يقولون يجب على الله فعل الأصلح فهو كافر هذا لا يصلى خلفه إن كان هذا المعتزلي ما قلنا المعتزلة تفرق فرقا شتى عديدة نحو عشرين فرقا وزيادة المعتزلة فبعض هذه الفرق وصلت إلى هذا الكفر والعياذ بالله الذي نحذر منه إذا كان هذا المعتزلي من الذين يقولون نحن نخلق أعمالنا فهو كافر كيف يصلى خلفه؟ إذا واحد يهودي قال لك أريد أن أصلي الظهر تعالى اقتد به تقتد به في صلاة الظهر أو الصبح أو العصر أو المغرب أو العشاء لا لماذا لا تقتد به؟ لأنه كافر الصلاة خلف من تصح؟ خلف المسلم اليهودي كافر طيب والذي يكذب القرآن كافر كيف أصلي خلفه؟ فبعض الناس يقول لكن في الكتاب الفلاني الفقيه الفلاني مكتوب كذا أنتم تعرفون أن الكتب في كثير منها محشوة بالدس والكذب على المشايخ وعلى الفقهاء وعلى العلماء هذا ليس شيئا جديدا وتعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل صحابي أفضل صحابي قال هذا اللسان كم أوردني الموارد يعني يقول أنا لست معصوما من الخطأ أنا حصل مني خطأ هذا معنى كلامه ليس معناه أنه واقع في الكفر لا معناه حتى أنا لا أسلم من أن أقع بسبب لساني في خطأ في غلط يعني هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول ذلك بعد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لأحد كلام إذا خالف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الكتب المشهورة يا أحبابنا مكتوب مشهورة جدا ومؤلفها مشهور جدا مكتوب الله يتكلم بصوت أزلي الصوت مخلوق كيف يقال الله يتكلم بصوت أزلي الصوت حادث هذا تناقض ما هو الصوت هذا الشيء الذي يكون من أصدقاك الأجرام وانسلال الهواء الأجرام ما هي مخلوقة والهواء ما هو مخلوق هذا الصوت ماذا يكون يكون مخلوقاً فكيف يقال الله يتكلم بصوت أزلي تناقض هذا أبو حنيفة الذي هو من أئمة السلف الصالح رضي الله عنه قال والله يتكلم لا كما نتكلم نحن نتكلم بالآلة والحرف والله يتكلم بلا آلة ولا حرف هذا كلام السلف الصالح قال الله له صفة الكلام كلامه ليس ككلامنا نحن كلامنا بالآلة بمخارج الحروف وهذه الحروف تخرج من هذه المخارج أما الله سبحانه وتعالى فكلامه صفته في الأزل ليس حرفاً وليس صوتاً وليس لغةً وليس مبتدأاً وليس مختتماً ليس ككلام العالمين يعني لو كان مشهوراً هذا الشخص وفي كتابه الذي هو مشهور موجود هذا الكلام هذا الكلام يخالف ما جاء به السلف الصالح والخلف الصالح ويخالف هذه الآية ليس كمثله شيء الله لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء في بعض الكتب المشهورة جداً يا أحبابنا للتحذير أقول لكم هذا تحذير واجب مكتوب إن الرسول عمل له سحر هذا صحيح عمل له سحر لكن الرسول لو عمل له سحر لا يؤثر في عقله مكتوب أثر في عقله فصار يظن أشياء بخلاف الواقع لا يجوز هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم القواعد لما أقول لكم هذه قاعدة حفظوها هذه القواعد تفيدك لحفظ العقيدة إذا سمعت شيئاً يخالف هذه القواعد المتفق عليها يخالف هذه القواعد المتفق عليها عند كل العلماء تعرف أن هذا باطل ليس صحيحاً الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يجري لسانه بما لم يرد لا في اليقظة ولا في المنام فكيف يقال عمل له السحر فأثر في عقله فصار يظن أشياء بخلاف الواقع بخلاف ما يكون في الواقع هذا لا يجوز على الرسول عمل له السحر صحيح بعض اليهود عمل سحراً للرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء ثابت هذا شيء ثابت لكن لم يؤثر في عقله يجوز أن يكون أثر في جسمه بالضرر بالألم يعني أن يكون تألم الرسول صلى الله عليه وسلم لو موجود في الكتب ليس كل ما في الكتب يكون صحيحاً واحد من أهل القصار هنا في بيروت اسمه الحاج مصطفى جمال رحمه الله قال هذا الكلام منذ أكثر من يمكن أربعين سنة قال دخلت مسجد الأوزعي الكبير الخارجي قال فإذا الخطيب على المنبر يقول والعياذ بالله قال كلام كفر قال محمد شجاع أما موسى فجبان سب موسى عليه السلام جبان معناه ضعيف القلب كل الأنبياء قلوبهم قوية ما فيهم جبان ما فيهم مغفل ما فيهم غبي ما فيهم من هو لا يفهم كلهم عندهم فهم زو فهم كل الأنبياء جملاء الصورة ما فيهم من هو دميم الخلقة صورته ليست حلوة ليست جميلة ما فيهم خذ هذه القواعد كلهم أصواتهم جميلة الأنبياء الرسول صلى الله عليه وسلم قال فضو هذا الحديث ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا فإذا واحد قال والعياذ بالله آدم كان قردا قل له كذبته كذبت الرسول وكذبت ما جاء في القرآن الله تعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم القرد ليس أحسن تقويم فكيف تقول هذا وكذبت الرسول ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت حفظتم قولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا فكل ما يخالف هذا لا عبرة به كل ما يخالف هذا لا عبرة به هذا الذي قال عن موسى جبان كفر فقام الحاج مصطفى رحمه الله قال فقلت هذا لا يجوز قال فقال لي رجل جالس أقعد حتى ينتهي الخطيب هذا لا خطبة له خطبته ليست معتبرة هذا كفر والعياذ بالله والصلاة خلفه لا تصح قال فخرجت من المسجد وحدي منذ ناعة أكثر من أربعين سنة قال خرجت من المسجد وحدي المطلوب أن ينزل هذا الرجل من ذاك المكان وأن يخطب إنسان مسلم وأن يصلي إنسان مسلم بهؤلاء هذا الصلاة خلفه لا تصح شدة الجهل وصل الحال إلى مثل هذا فإذا واحد قال لكم قرأت في كتاب وتصح الصلاة خلف معتزلي قل له هذا الكلام على إطلاقه لا يصح لأن المعتزلة وصل بعضهم إلى حد الكفر من وصل إلى حد الكفر لا يجوز أن يصلى خلفه ولا تصح الصلاة خلفه فإطلاق هذه العبارة خطر وممنوع ليس مسموحاً إطلاق هذه العبارة ما هو الذي يقال من ثبتت عليه قضية تقتضي التكفير لا يصلى خلفه من لم تثبت عليه قضية تقتضي التكفير يجوز أن نصلي خلفه لأنه من المسلمين هذا الذي يقال هذا الذي يقرره العلماء ويكفر من يقول إن العبد يخلق أعماله كالمعتزلة كما قال ابن عباس رضي الله عنه كلام القدرية كفر من هم القدرية المعتزلة هذا ابن عباس يقول بعض الناس يخالفون الرسول ويخالفون ابن عباس والقدريتهم المعتزلة واسمعوا هذا الحديث من شاء أن يكتب فليكتب روى البيهقي بإسناده إلى رافع ابن خديج الصحابي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكتب يعني فليكتب الذي يكتب عادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي أقوام يكفرون بالله وبالقرآن سمعتم؟ قال سيكون في أمتي أقوام أمتي يعني أمة الدعوة الذين بلغتهم الدعوة أقوام يكفرون بالله وبالقرآن قال الرسول في أمتي هؤلاء المعتزلة متى ظهروا؟ أيام الصحابة ظهروا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاءه أناس قالوا له مررن بأناس يقرؤون القرآن لكنهم يقولون لا قدر فقال أخبرهم للقائل قال له أخبرهم أني بريء منهم وهم برآء مني أيام ابن عمر ظهر هؤلاء أيام ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه قال كلام القدرية كفر والرسول قال سيكون في أمتي أقوام يكفرون بالله وبالقرآن من يكفر بالله كافر ومن يكفر بالقرآن كافر وهم لا يشعرون انتبهوا لهذا واحفظوا هذا النص وهم لا يشعرون يعني يظنون بأنفسهم أنهم من المسلمين كل هذه الفرق هكذا شأنهم يعني حزب الإخوان يكذبون الله ويكذبون القرآن وهم لا يشعرون حزب التحرير كذلك المشبهة الوهابية هذا دأبه هذا شأنهم يعني أنهم يكذبون الله يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون فلا يقال عنهم مسلمون لا يقال عنهم مؤمنون قال عليه الصلاة والسلام وهم لا يشعرون فقلت يا رسول الله رافع بن خديج يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف يقولون يعني ما هو الذي يقولونه قال صلى الله عليه وسلم يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعض قال يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعض يقولون الرسول يقول هذا يقولون إن الخير من الله والشر من الشيطان هذا ما قالت المعتزلة من الذي حكم عليهم بالكفر الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكفرون بالله وبالقرآن بعد هذا لأحد كلام إذا واحد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه الإمام الشافعي ماذا قال لحفصن الفرد المعتزلي قال له لقد كفرت بالله العظيم يعني حكم على المعتزلة الذين يقولون بمثل مقالة هذا حفص بأنهم كفار قال له لقد كفرت بالله العظيم وغيلان الدمشق الذي استدعى الخليفة هشام بن عبد الملك الأوزاعية من هنا كان هو في دمشق استدعاه من هنا هذه الناحية التي هو فيها حتى يناظره فأقام عليه الحجة بحضور الخليفة ثم قال له كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين عن من يقول كافر عن غيلان الذي هو معتزلي فطبق فيه الخليفة هشام حكم الشريعة الأوزاعي الذي هو إمام معروف من السلف الصالح حكم عليهم بأنهم كفار الإمام مالك كانوا في زمن هؤلاء الإمام مالك سئل عن نكاح القدرية يعني أن تتزوج المرأة بمعتزلي سئل عن نكاح القدرية فقال قال الله تعالى وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ما معناه؟ معناه مشركون قال وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مِّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ معناه لا تزوجوهم لأنهم مشركون هذا معناه هذا الإمام مالك رضي الله عنه أحد كبار التابعين اسمه طاووس اليماني أخذ العلم عن الصحابة كان من المجتهدين من الفقهاء من أهل العلم وكان مشهورا بالزهد أخذ من ابن عباس ومن غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قيل أمامه فلان فقيه عن واحد من المعتزلة فقال طاووس اليماني قال إبليس أفقه منه قال إبليس أفقه منه لأن إبليس قال رب فبما أغويتني اعترف أن الغواية بيد الله قال وهذا يقول إن الله لا يضل أحدا يقول هذا المعتزلي يقول إن الله لا يضل أحدا وإبليس الذي هو كافر رأس الكفر اعترف أن الغواية بيد الله أن الضلال الإضلال بيد الله سبحانه وتعالى هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء هذا حكم السلف الصالح على المعتزلة وهذا حكم الخلف الصالح على المعتزلة الذين وصلوا إلى حد الكفر هؤلاء الذين يقولون الله ليس له صفات قائمة بذاته الله يقولون ليس عالما بعلم وليس مريدا بإرادة ليس شائيا بمشيئة والعياذ بالله يقولون وليس سميعا بسمع وليس بصيرا ببصر يقولون هو عالم بذاته بصير بذاته متكلم بذاته هؤلاء كذبوا الشريعة كذبوا القرآن الله ذات موصوف بالصفات سبحانه وتعالى الله ذات متصف بالصفات التي يتليق به سبحانه وتعالى هؤلاء كفار المعتزلة الذين قالوا يجب على الله فعل الأصلح للعبد كفار معنى كلامهم أن الله لم يكن له أن يخلق جهنم من خلق جهنم الله معنى كلامهم أن الله ليس له أن يخلق إبليس من خلق إبليس الله جهنم ما هي جهنم مستقر من الكفار محل عذاب للكفار ولبعض عصات المسلمين لمدة من الزمن أما الكفار فهم مستقرون فيها على مقتضى كلامهم الله ليس له ذلك والعياذ بالله لأنهم قالوا يجب على الله فعل الأصلح للعبد من ركب فينا الشهوات الله سبحانه وتعالى أليس أحدنا فيه شهوة لكذا وشهوة لكذا أليس أحدنا قد يقع أحيانا في معصية الله تعالى بسبب هذه الشهوة التي ركبها الله فيه على مقتضى كلامهم ليس لله أن يفعل ذلك والعياذ بالله من الكفر وكذلك المعتزل الذين يقولون الله خلق جسم الإنسان ثم أعطاه قدرة على خلق فعله فصار العبد خالقا لفعله دون خالقه يقولون وصار الله عاجزا عن خلق فعل العبد هؤلاء كفار لا شك في ذلك من شك في كفرهم يكفر لذلك ما في بعض الكتب من قولهم والمعتزلة فيهم قولان والراجح أنهم ليسوا كفارا باطل 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 وفاسد فاسد فاسد لأن إطلاقه فساد مروق من الدين والعياذ بالله هذا الكلام أحذركم منه مع حرقة قلب لأني أعرف أنه موجود في كتب منتشرة وتدرس في الكليات التي تسمى شرعية وفي بعض الجامعات التي تدرس باسم الدين يدرسون الطلبة ويخرج الطالب الذي لم يتعلم عند أهل العلم الثقات بهذه العقيدة الفاسدة يخرج بهذه العقيدة الفاسدة فإذا سئل عن المعتزلة فيقول كما أخذ من هؤلاء الدكاترة يقول هذا الكلام الفاسد والعياذ بالله دخل عبد الجبار هذا كان قاضيا معتزليا على الصاحب ابن عباد وهذا أيضا كان من المعتزلة المعروفين وكان عند الصاحب ابن عباد واحد من كبار أئمة أهل السنة والجماعة قال له أبو أسحاق الأسفراييني هذا كان إماما وكان حجة معروفا في الرد على المبتدعة على أهل الضلال هذا عبد الجبار معتزلي خبيث فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء يريد أن الله لم يريد حصول الشر الذي يحصل المعاصي التي تحصل فقال أبو إسحاق رضي الله عنه سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يشاء سبحانه وتعالى لأنه غالب على أمره وليس مغلوبا فقال عبد الجبار أيحب ربنا أن يعصى فقال الإمام أبو أسحاق الأسفراييني أيعصى ربنا قهراء يعني يكون مقهورا لا يجد جوابا لا يجد جوابا على هذا فينتقل إلى غيره فأنت إذا جادلت مبتدعا قف معه عندما تكلمه في أمر قل له لا تنتقل لا تقفز كالعصفور هكذا من هنا إلى هنا لأنه لما لا يجد جوابا ماذا يفعل ينتقل إلى أمر آخر إلى سؤال آخر لكن الإمام أبو أسحاق كان يرد عليه يسكته بحجته القوية يسكته فقال هذا عبد الجبار المعتزل قال أرأيت إن حكم علي بالردى ومنعني الهدى أحسن إلي أم أساء قال أبو أسحاق إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء هو مالكك هو يفعل بك ما يشاء يختص برحمته من يشاء على هذا ما وجد جوابا وما استمر أن قطع في المناظرة وفي بعض الروايات قال لي أبي إسحاق أنت مجنون فقال له حتى على هذه ما سكت له قال له لست مجنونا ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة لما لم تجد جوابا عدلت إلى الشتم إلى السب لأنك ما وجدت جوابا ما عندك حجة وحجة أبي إسحاق صحيحة أما ذاك يتكلم بالهوى الذي هو في نفسه لا حجة له قال أبو يوسف هذا أبو يوسف كان أكبر تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنهما وهو صاحب أبي حنيفة صاحبه وكان أكبر تلميذه وكان من المجتهدين قال أبو يوسف المعتزلة زنادقة شو يعني زنادقة جمع الزنديق الذي لا ينتحل دينا يقال عنه الزنديق ما معنى المعتزلة زنادقة كفار هذا معناه هذا أبو يوسف يقول المعتزلة زنادقة أي هم كفار ووصفهم أبو منصور التميمي في كتابه الفرق بين الفرق بأنهم مشركون ظاهر أنهم مشركون أليس قالوا الإنسان والبهائم تخلق ما يكون منها من الحركات والسكنات أشركوا بالله والعياذ بالله وأبو منصور هو الذي قال فيه ابن حجر الهيتمي هذه العبارة وقال الإمام الكبير إمام أصحابنا أبو منصور البغدادي وهو ممن كتب عنهم البيهقي في الحديث يعني هو من أكابر الفقهاء من أكابر العلماء من أكابر أهل الحديث ولا تغتر بعدم تكفير بعض المتأخرين لهم بعض المؤلفين من المتأخرين لم يكفروهم وهذا مقرر في بعض الكليات التي تدرس باسم الشريعة فقد نقل الأستاذ أبو منصور التميمي البغدادي في كتابه أصول الدين وكذلك في كتابه تفسير الأسماء والصفات تكفيرهم عن الأئمة يعني تكفير المعتزل منقول عن الأئمة من خالف الأئمة من خالف اتفاق الأئمة لا يلتفت إليه قال الإمام البغدادي في كتابه تفسير الأسماء والصفات أصحابنا أجمعوا على تكفير المعتزلة يعني ما فيهم خلاف أي الذين يقولون العبد يخلق أفعاله الاختيارية وكذلك الذين يقولون فرض على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعباد ذكرتهم وذكرت أنهم كفار وقوله أصحابنا يعني به الأشعارية والشافعية بل هو رأس كبير في الشافعية الإمام البلقيني كان من أكابر الشافعية هو يقول في هذا الأمر كلمة تغنيك عن هؤلاء الذين تأخروا وخالفوا كلمته يقول الإمام البلقيني من ثبتت عليه قضية تقتضي كفره لا تصح الصلاة خلفه هذا كلام الفصل من ثبتت عليه قضية تقتضي كفره بحسب حكم الشريعة لا تصح الصلاة خلفه فإذا واحد جاء وقال بخلاف هذا ممن ينتسب للمذهب الشافعي وهو لم يصل إلى البلقيني يعني لا ينتفت إليه يعني إذا واحد أطلق القول قال تصح الصلاة خلف المبتدع ولو كان من المعتزلة هذه الكلمة باطلة وفاسدة إذا واحد قال تصح الصلاة خلف المجسم إطلاق هذه العبارة أعوذ بالله فساد هذا هذه الكلمة فاسدة باطلة لا يلتفت إليها تعرفون ما معنى المجسم الذي وصف الله بأنه جسم وصف الله بوصف يؤدي إلى القول بأن الله جسم كالقائلين إن الله قعد أو استقر أو جلس أو هو مسكانه السماء والعياذ بالله هذا معناه معنى هذه العبارة أن الله جسم هذا تصح الصلاة خلفه لا لا تصح الصلاة خلف كافر كما قال ابن حجر يعني الهيتمي وهو إمام مقدم في النقل معروف بذلك بين الفقهاء والأصوليين والمؤرخين الذين ألفوا في الفرق فمن أراد مزيد التأكد فليطالع كتوبه هذه فلا يدافع نقله نقل هذا الإمام الكبير بكلام الباجوري وأمثاله ممن هو من قبل عصره أو بعده لأنه خالف بذلك ما قاله الأئمة وكلامهم في هذا لا شك أنه صحيح وهذا الذي قاله الباجوري الآن هو الذي يقرر في كثير من الكليات التي تسمى شرعية وأما كلام بعض المتقدمين إذا جاءك إنسان وقال لك أنت تتكلم عن المتأخرين يوجد متقدمون من الأوائل يعني من ترك تكفيرهم قال لك هؤلاء ما كفروهم فمحمول على مثل بشر المريسي لأن بشرا هذا لم يكن موافقا للمعتزلة في كل ما قالوه فيما ثبت عنه يعني انظر إلى الحاشية وأما ما ينقل عنه من كفر صريح غير هذا فإن ثبت عنه فهو كافر لكن القول هنا على أنه على وجه أنه على فرض أنه ما ثبت عليه تلك الأمور التي فيها كفر والمأمون العباسي المأمون ما وصل إلى هذه العقيدة الفاسدة انتسب إلى الاعتزال قال ببعض مقالات المعتزلة التي لم تصل به إلى حد الكفر بعض المعتزلة يستعملون عبارة لا تجوز يطلقون القول القرآن مخلوق لا يعنون أن صفة الله مخلوقة لا يعنون أن الصفة القائمة بذات الله مخلوقة لكن يطلقون هذا القول يقولون القرآن مخلوق هذا لا يجوز لماذا لا يجوز لأنه يوهم أن صفة الله مخلوقة في مقام التعليم إذا كان الأستاذ يعلم يقول للناس يقول للطلبة يقول للمتعلمين القرآن له إطلاقان يطلق ويراد به اللفظ المنزل الذي هو موجود في اللوح المحفوظ أخذه جبريل من هناك وسمع جبريل صوتا بحروف هذه الألفاظ وقرأ جبريل هذه الألفاظ على الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم الذي هو جبريل ثم الرسول قرأ هذه الألفاظ على الصحابة فهذا لا شك أنه مخلوق هذا اللفظ لا شك أنه مخلوق اللوح المحفوظ مخلوق ما كتب عليه مخلوق جبريل مخلوق ما يتلفظ به جبريل مخلوق الرسول مخلوق ما يتلفظ به الرسول مخلوق لا شك في ذلك ويطلق القرآن ويراد به الصفة الذاتية الأزلية الأبدية الذي هو الكلام الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وليس بمبتدأ ولا مختتم فهو على هذا المعنى لابتداء له لأن صفة الله أزلية أبدية أما أن يقول قائل القرآن مخلوق ويسكت لا يجوز ولو لم يرد الصفة القائمة بذات الله لأنه يوهم حدوثها لذلك الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه حصلت هذه الفتنة بعض الخلفاء تأثر بالمعتزلة أراد منه أن يقول القرآن مخلوق هو إمام من أئمة أهل السنة لو قال هذا لو لم يرد الصفة الأزلية أليس بعض الناس يتمسكون بهذا إلى مرادهم الخبيث فأحمد بن حنبل رفض ذلك امتنع من القول القرآن مخلوق السكوت امتنع من ذلك فعذب عذب عذابا شديدا صاروا يتناوبون على تعذيبه يوكل به الذين يعذبون هؤلاء الجلادين يعني يتناوبون على تعذيبه وهو لم يوافق أن يقول القرآن مخلوق ما رضي بذلك ولم يقول القرآن مخلوق ويسكت رضي الله عنه فتنة حصلت في زمانه وعذب وامتنع من هذا القول امتنع من هذا القول وفي روايات جاءت أنه لما عذب في بعض حالات التعذيب جرد من بعض ثيابه فرؤية معه صر هكذا فيها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان له عناية بالتبرك بأثار الرسول صلى الله عليه وسلم كانت معه هذه الصر الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا مع كونه إماما كبيرا رضي الله عنه لكن شفقة على المسلمين وتمسكا بالشريعة ما تزحزح رضي الله عنه فبعض الخلفاء تأثر بهؤلاء المعتزلة في بعض المقالات ليس إلى حد الوقوع في الكفر فإن بشرا المرسي هذا كان موافقهم في القول بخلق القرآن وكفرهم في القول بخلق الأفعال فلا يحكم على جميع من انتسب إلى الاعتزال بحكم واحد ويحكم على كل فرد منهم بكونه ضالا يعني نقول المعتزلة ضالون من وصل منهم إلى حد الكفر فهو كافر نقول المشبهة كافرون ضالون كافرون المجسمة ضالون كافرون لأن هؤلاء كذبوا القرآن شبهوا الله تعالى بخلقه الجبرية ضالون كافرون الجبرية ضالون كافرون هكذا نقول أما الفئة التي لم يصل كل أفرادها إلى حد الكفر ماذا نقول خالف أهل السنة والجماعة نقول ضالون ومن وصل منهم إلى حد الكفر فهو كافر هكذا حتى يتميز بين هؤلاء وهؤلاء حتى لا يظن الشخص أن كل من انتسب إلى هؤلاء معناه اعتقد كل معتقاداتهم اليوم يوجد أناس يحتمل هذا الاحتمال قد ينتسبون إلى حزب التحرير ولا يعرفون بكل مقالات حزب التحرير فهل لمجرد أنه انتسب لهذا الحزب نقول عنه كافر لا نقول إن اعتقد معتقدهم الفاسد الباطل يكون كافرا وإلا لا نحكم عليه بالكفر كذلك حزب الإخوان بعض الناس قد ينتسب إلى حزب الإخوان لتحمسه وهو لا يعرف بكل مقالاتهم وضلالاتهم هل لمجرد أنه انتسب إليهم قد يكون له غاية المال قال أدخل معهم يعطونني راتبا أو يسكنونني في بيت أو نحو ذلك فيكون انتسب لهذه الغاية هل لمجرد الانتساب نقول كافر عنه لا نقول إن اعتقد بمعتقدهم ماذا يعتقدون هؤلاء يكفرون كل المسلمين الذين لا يعملون ثورة على الحكام هؤلاء جماعة حزب الإخوان لكن بعض من ينتسب إليهم قد لا يعرفوا هذا قد لا يعرفوا هذا وكثير منهم مشبهة مجسمة مرة خطبت خطبة في مسجد ساقية الجنزير من زمان هذا الكلام وكانت في التنزيه في تنزيه الله عن مشابهة الخلق وأن الله لا يوصف بالجلوس لا يوصف بالقعود ولا بالاستقرار ولا بالمكان ولا بالجهة جاءني واحد دكتور في الرياضيات أعرفه من جماعتهم من رأس بيروت قال لي ما المانع أن نقول عن الله جلس لا كجلوسنا قلت له هذا باطل لأنه إذا قيل عن الله جلس هذا وصف له بصفات المخلوقين لو قال لا كجلوسنا لا ينفعه ولا يخلصه يكون أثبت لله ما لا يليق به ما كان يقتنع بعض الناس لأنه عنده شهادة دكتوراه في طب مثلا أو في الرياضيات أو في الفيزياء يظن أنه أفهم الناس في زمانه واحد منهم كان عنده دكتوراه في الفيزياء مات كان يدرس في بعض المساجد مات الآن منذ زمان مات هذا الرجل هذا والعياذ بلا قال على وجه الفخر هو يقول عن نفسه قال وكلامه فيه أنه وقع في الكفر قال جاءتني امرأة كافرة معلنة تريد الدخول في الإسلام قال فقلت له اذهبي روحي فكري الإسلام ليس شيئا سهلا الإسلام فيه حجاب الإسلام فيه صلاة الإسلام فيه صوم روحي فكري شهرا أو شهرين يقول هذا مسرورا بنفسه يروي عن نفسه الكفر وهو يفتخر بذلك والعياذ بالله ما سبب ذلك الجهل جهله أدى به إلى هذا يظن أنه فعل صوابا العلماء ماذا يقولون لو أن خطيبا على المنبر أو واعظا يعظ الناس جاءه شخص فقال له عرض علي الإسلام يعني أريد الدخول في الإسلام فقال له انتظر حتى أنهي الخطبة أو انتظر حتى أنهي الموعظة كفر هذا الخطيب وهذا الواعظ لماذا لأنه أشار له البقاء على الكفر هذه البرهة أشار له قال له انتظر حتى أنهي الخطبة انتظر قال له حتى أنهي الموعظة لذلك هؤلاء الناس الجهال الذين إذا جاءهم كافر معلن من بعض فئات الكفار وقال لهم أريد الدخول في الإسلام كيف أفعل؟ يقولون لو لا اغتسل ثم تعالى لتدخل في الإسلام شو دخل اغتسل؟ قد يموت الآن هذا الرجل ماذا تقول له؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعض الناس يقول له لا أنت بدينك هذا هو كافر معلن لا يمشي أن تدخل في الإسلام انتقل إلى هذا الدين الآخر الكفري ثم بعده تنتقل إلى الإسلام هذا أيضا كفر لأن معنى كلامه تنقل من كفر إلى كفر هذا حصل هنا في لبنان هذا يحصل من بعض الناس الذين يظنون أن هذه فتوى شرعية من أشار لكافر أن يبقى على كفره كفر لأن الرضا بالكفر كفر قاعدة هذه الرضا بالكفر كفر فالذي يشير للكافر أن يبقى على الكفر كأن قال له لا خليك فكر بالموضوع هو يريد الدخول في الإسلام فقال له لا خليك فكر بالموضوع أو قال له اذهب إلى فلان يعني قال له اريد الدخول في الإسلام فقال له ليس عندي اذهب إلى فلان والعياذ بالله هذا كأنه يقول له ابقى على الكفر هذه المدة والدي رحمه الله كان قاضيا في المحكمة التي يقال لها الشرعية فكان يحب مني أن أكون كذلك فلما أنهيت الأزهر طلب مني أن أذهب للمحكمة لأتدرب على عملهم عند القاضي والعياذ بالله هذا القاضي الذي كنت عنده جاءه رجل معه امرأة قال له يا سيدنا هذه تريد الدخول في الإسلام قال له ظهار من هون هذا ليس اختصاصي والعياذ بالله معي شخص يفهم قلت له هذه يقول تريد الدخول في الإسلام ناداها طلب منها النطق بالشهادتين فنطقت نطقت بالشهادتين ذاك قال له صرخ عليه رفع صوته طرده قال له هذا ليس من اختصاصي هذا لو درس الفقه لو درس العلم لو كان يعرف العقيدة الصحيحة وماذا يقال عنه هذا قاضي شرعي يقال عنه قاضي شرع يعني إذا واحد رأاه يحسبه أنه من أهل العلم على رأسه لفة ويلبس هذه الجبة هذا ليس بالشيء واحد آخر هذا والدي حدثني عنه وصل إلى أن قيل فيه مستشار يوجد في المحكمة يقال قاضي ثم فوقه مستشار قاله العياذ بالله عن بعض فرق الكفار المعلنين قال أما هؤلاء منهم من الكفار المعلنين قال هؤلاء ليسوا كفارا أتكلم عن كفار معلنين ليس عن شخص فيه شبهة قال هؤلاء ليسوا كفارا كل هؤلاء صاروا من أهل البرزخ الذي لا يتعلم علم الدين من أهل المعرفة الثقاة هكذا يتنقل من ضلالة إلى ضلالة من ضلالة إلى ضلالة ويظن أنه يحسن إذا واحد يا أحبابنا أخذ إلى صحراء في الظلام وليس بيده نور ولا يوجد قمر بالليل ليس في النور وهذه الصحراء فيها أشواك وفيها سباع وفيها مؤذيات يستطيع إن مشى فيها أن يتجنب هذه المؤذيات وهو لا يراها لا يستطيع أن يتجنبها بحسب العادة فهذا الجاهل هكذا لا يعرف يخبط خبط عشواء لا يعرف ما هو الصواب لا يعرف ما هو الضلال فيقع في الضلال سمعتم الحديث ماذا قال الرسول وهم لا يشعرون وهذا لا يشعر لا يحس أنه وقع في الضلال لأنه لا يعلم طب كونه لا يعلم هل هذا عذر له لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فريضة ما قال الرسول إن شئت تعلم وإن شئت لا وأغلب الناس اليوم جعلوا علم الدين كأنه فضلة زائدة لا يهتمون له لا يلتفتون له فهم هؤلاء من شأنهم أنهم هالكون لأنهم ما تعلم طيب هذا الرجل الذي لم يتعلم وأخذ امرأة بصورة الزواج لم تتعلم وجاءهم أولاد إذا فسد الأصل فسد الفرع هؤلاء الأولاد لا أبوهم يعلمهم ولا أمهم تعلمهم ولهو يلحقهم بمدرسة تعلم الدين على الشرع على حسب الشرع ولا يوكل بهم من يعلمهم فحسب العادة ماذا يطلع هؤلاء الأولاد جهالا ومن جيل إلى جيل هكذا صار الأمر هكذا صار الأمر حتى وصلنا إلى ما نحن فيه من الحضيض الآن أكثر الناس في الحضيض بسبب هذا أنهم تركوا علم الدين تركوا الاهتمام لعلم الدين صارت شخص منهم هذا الذي يدخل في القضاء هل بنية أن يحكم بشرع الله يدخل فيه بأي نية لأن القاضي الذي يسمى شرعيا يساوى في القانون بالقاضي الذي يسمى مدنيا راتبه كبير وما يسمى المخصصات كبير والمزايا التي له تسمى كبيرة لأجل ماذا يدخلون في هذا لأجل الدنيا ليس لأجل الآخرة لأجل الدنيا أبو حنيفة في زمانه كانت تطبق أحكام الشريعة في القضاء لما ينظر الخليفة ويرى أن أبو حنيفة هو أعلم أهل عصره فيما هو يعتقد دعاه للقضاء أبو حنيفة في ذلك الوقت ما قبله في ذلك الوقت لماذا خوفا على نفسه من الوقوع فيما يخالف شرع الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاض في الجنة وقاضيان في النار قاض في الجنة وقاضيان في النار قاض قضى بحق بعلم فهو في الجنة وقاض قضى بجور بعلم فهو في النار وقاض قضى بجور عن جهل فهو في النار لو كان جاهلا في النار لو كان عن علم فهو في النار من هو الناجي الذي قضى بحق بعلم هذا الناجي وقال عليه الصلاة والسلام مولي القضاء فكأنما ذبح من غير سكين مسؤولية كبيرة الذي يسمع هذا من الأئمة ماذا يفعل يبتعد شيخ شيخنا الشيخ محمد عبد السلام رضي الله عنه وعن شيخنا كان في بلده يعرف بأنه أعلم أهل بلده وكان من كبار الأولياء الصالحين من صغره كان من أهل العناية لما رأى الناس ذلك أرادوه للقضاء أرادوه للقضاء ماذا فعل هذا القميص الجلابية قلبها ولبسها معكوسة حتى يعرض عنه قال هذا الشيخ الله أعلم ماذا حصل له حتى خرج بالجلابية مقلوبة من خوفه من الله من شدة الورع هو زاهد ورع ملتزم بالشرع من الأولياء من أصحاب الكرامات بشره أكابر الأولياء بأنه وصل للقطبانية وعمره خمس وعشرون سنة صار قطبا وعمره خمس وعشرون سنة كانوا يقولون الشيخ محمد عبد السلام هو ركن البلد عمدة البلد الشيخ محمد عبد السلام هذا في زمان قريب من زماننا ومع ذلك هرب من أن يتولى القضاء فهؤلاء إنما يدخلون لأجل الدنيا الله سبحانه وتعالى يحفظنا من الزلل جميعا وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين